السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ربيني صح والحقيقة حلقة حلقة اليوم بعنوان ابنك رب لك إيه خلونا نتكلم مع حضراتكم في هذا الوقت الرائع في بعض مهارات التربية واسمحولي بعض الهموم بسبب بعض المفاهيم المغلوطة في التربية واللي الحقيقة بيعاني منها كثير من بيوتنا ساعات كتير بنعمل حاجات وحنا بنحب بنعملها حاجات صح ولكن الحقيقة بنطبقها بشكل خاطئ فمش بالضرورة أني وانا بحب ابني قوي أكون كل حاجة بقدمها له حلوة قوي خلونا نتكلم النهاردة فيه إزاي نقدر نرتقي بمستوى فهمنا لاحتياجات أطفالنا بشكل يسمح لنا بإن إحنا ننتقل بهم من من المربع التربية الضعيف إلى الأفضل في الفترات الجاية إن شاء الله إحنا بنقول عندنا مجموعة من الأمهات منهم الأم المعلمة واللي هي بتكتهد إنها تنقل العلوم اللي عندها لولادها ولكن اللي أفضل منها على طول هي الأم المدربة وهي اللي بتسعى لتطبيق كل اللي تعرفه مع أولادها يعني يلا نعمل مش قوم اعمل أو قوم اعملي ودي الحقيقة أفضل شوية لإن هي لو عندها قليل من الصبر بتقدر تصبر مع أولادها على التجربة مرة والتانية والتالتة حتى تكتمل التجربة عند الأولاد ودايما بتشجع ودايما بتراعي فوارق السنية والزكاءات المختلفة عند الأولاد وأنماط الشخصية في تلقي الأولاد للأوامر والحقيقة دي بتصل لولادها لي درجة طيبة جدا جدا من التفاهم بتخلي الأولاد الحقيقة عندهم شيء من الإبداع الأم الأفضل والأروع هي الأم المربية وهي الأم اللي دايما عندها المعلومة بتنقلها وعندها التطبيق والصبر على أولادها في تنفيذ هذه المعلومات وتطبيقها ودايما بتنقل معلومات اللي عند أولادها بتعظم في الجيد منه وبتقلل قوي من الشوائب وكمان مهمومة ببكرة بتاع أولادها شكله إيه بتشيل فلوس على جنبه عشان التعليم عشان الصحة عشان الجهاز عشان إن كانت ترتقب مستوى أولادها في تنفيذ بعض الاحتياجات بتاعتهم دايما بتحلم مع أولادها ببكرة الجميل شكله إيه ومنهم الأم الجميلة اللي كانت حط على باب الغرفة بتاع ابنها غرفة الدكتور أحمد زويل اللي ملع علينا الدنيا بالعلم واللي شرف مصر وشرف أسرته الكريمة ودي أفضل أم الحقيقة وإحنا بنتكلم على الأمهات لازم أقول إن عندي نوعين منهم لا يجب إنه يتعامل بهذا الشكل الأم الرعية وهي الأم المتسمحة جدا جدا واللي معندهاش حدود فمنتهكة وممكن يتجرق عليها أولادها وممكن كمان يتنمر عليها الأم اللي هي بتنسى بسرعة بتسامح بسرعة بتلبي لولادها كل رغباتهم تزعل قوي قوي لو ابنها طلب شيء أو بنتها وما عملتوش ده بيطلع لطفل ضعيف الشخصية وبيطلع لطفل غير قادر على التعاون أو التفاعل مع المجتمع لأنه طفله أناني والأم التانية نموذج برضو مش من النماذج المنضبطة الأم الناقدة الأم صاحبة الشخصية القوية اللي دايما ما بيعجبهاش أي تصرف من تصرفات ولادها دايما بتنتقد كل شيء وما بتاخدش بالها من أي شيء طيب الأولاد عملوه ودايما بصل الجزء القليل الفارغ في الكوبة الأم دي بتطلع لطفل ضعيف الشخصية يتبع غير قادر على اتخاذ قرار دايما يحتاج أن يبقى في حد جنبه يقوله يعمل إيه حتى لغيت لما يقبر دول نوعين مش مش الأنواع اللي احنا بنرجوها عشان كده بنهتم أو بنرجو أنه تنتبه معنا أو في الحلقة دي لأنه فيه كلام مهم جدا لازم تبدأوا ترتبوه في حياتكم وبقول أنه أي بيت أي بيت بيسمعني النهاردة ما عندوش جدول للتعامل مع الأولاد بيبقى عنده ارتجال في التعامل وبالتالي عنده أخطاء كتيرة جدا جدول يعني بنسحى السعكام بنكل السعكام بنروح المدرسة أو الحضنة إمتى بنرجع من المدرسة أو من الجامعة أو من الحضنة إمتى بنصلي إمتى بنكل إمتى بنشرب إمتى بننام إمتى وقت اللعبة أو الترفيه إمتى وقت الحوار إمتى ده بينظم لي أو بيتاح لي فرصة أني أقدر أسيطر على جو البيت وأخلق مساحات كبيرة جدا جدا من الوقت اللي ينفع نستفيد به مع بعض كلنا بشكل جماعي بنكل مع بعض بنتحاور ونتشاور مع بعض وقت الترفيه مع بعض حتى الوقت بتاع المذاكرة لما بيبقى وقت جماعي والأم بتراعي الطفل أو الاثنين أو التلاتة أو أكتر مع بعض ويبقى عندها مساحة من الوقت تقدر تهتم بقية أركان البيت الأولاد أنماط مختلفة كل أم النهاردة بتسمعني في مصر وفي الوطن العربي مش كل أولادك زي بعض في طفل نمطه سامعي طفل نمطه حسي طفل نمطه بصري كل واحد فيهم ليه مدخل وليه أسلوب في التعامل وإحنا بنقول طفل سامعي يعني بتكلم على شخصية لما تكبر حيبقى مدير طفل رزين هادي قليل الكلام قليل الحركة ولكن ناقد جيد زاقرة وحدة جدا وفلازية يستطيع أن تذكر أشياء من فترات طويلة ممكن من سنة يعني حضرتك أو حضرتك وأنت بتسمعني دلوقتي لما يكون عندك النمط ده لما توعد لازم توفي لأنه في حاجات مهمة جدا جدا بيقع فيها المربي أشياء لا يجب على المربي أبدا أنه أنه يعني يجب أنه تجنبها ومش ممكن يروح فيها منها التسويف لو وعدت لازم توفي ما ينفعش أقول لها عمل وأسيب يوم أو اتنين أو شهر أو اتنين من غير ما عمل ومن غير ما أبرر الكلام ده لأولادي لأنه ده بيقتل الثقة بينه وبين أولادي فالنهار ده الشخص السمعي بيمتلك زاكرة قوية جدا وحدة جدا ومرتب جدا وبيستطيع أنه يستخدم القلم والورقة والألوان في الترتيب ودايما بيبقى أموره فيها شيء من الترتيب ويعرف ينتقد ويعرف يحاسب غالبا ما بيعرفش يقول كلام حلو عشان كده إحنا بنمرنه بنهيأه في الصغر وبندي له جزء من أنماط تانية بنمرنه عليها عشان يستطيع أنه نسجم مع المجتمع طفل ده لما بيكبر لما أجي أتكلم معاه عن حد وأطلب منه أنه يتكلم عنه كويس يجيب كلمة مش حلوة وينفيها يعني أقوله إيه رأيك في فلان يقول لي فلان مش بطال فلان مش وحش بس ما بيعرفش يقول كلام حلو عكس نمط تاني النمط البصري الطفل الحبوب الزكي المتحرك اكتف يستطيع أنه يبني علاقات في أي مكان بيروح فيه وبسرعة طبعا يهوي يعني بيبقى غاوي الفك والتركيب وغاوي كثرة الأسئلة كثرة التناحر والمشكلات مع أخواته ما بيعودش في مكان ذاكرته قوية جدا بس مؤقتة بيعتمد على الصور لما بتحكيله موضوع أو بيتطرح عليه موضوعه وقاعد بتحصل مجموعة كبيرة من الصور بتخش دماغه ومع التفاعل يبدأ يطلع منها بموضوع مختلف يبقى عنده مجموعة أسئلة يقوم يقطعك أو يقطعك ويبدأ يتكلم ممكن في موضوع ما هواش الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ليه أسلوب في التعامل لأنه الطفل جميل جدا ده ينفع يبقى قائد لأنه محبوب وبيقدر يدير اللي حواليه بشكل كويس عندي طفل كمان طفل حسي عامل زي الوردة في البيت بس زي البسكويتة في الشاي مع أي صوت عالي يدوب يختفي يرتبك ما قدرش أطلب منه أي شيء ولا أخذ منه أي ناتج وإحنا بننبه دايما على كل السادة اللي بيعملوا في حقل التربية وحتى المراقبين في الامتحانات في السنة وفي الجامعة بنقوله من الشخصيات دي ما بتتغيرش كتير دمعتها قريبة بيرتبك بسرعة مع أي صوت عالي فبنرجو منكم اللي بيقوم على متابعة الأولاد في أي مكان أي بداية مع الأولاد لازم تبقى بابتسامة وبكلمات رقيقة وفي الحضانة بنقولهم وزعوا الأحضان والتواصل الجسدي لأن ده له عامل كبير جدا جدا في أن الطفل يستمر طول النهار عنده قدرة على أنه يفهم ويتفهم للي حواليه وإلا لو ارتبك بسبب أن المعلمة المدرسة الأم المراقب أول ما دخل خبط ورزعوا صوت عالي كأن قفلت الإزازة وأحكمت قفلها مش ممكن يعد الطفل ده أخذ منه أي معلومة وكأن المادة المسؤولة عن الزاكرة والتعامل جفت بسبب الصوت العالي اللي بيفرزها المخ يبقى أنا النهار ده بنبي أن الطفل الحس الطفل الرقيق ده له أسلوب مختلف في التعامل كل أم تبقى تراعي لابنها كثير البكاء ده اللي بيهوى الالتساق والأحضان والقبولات الطفل اللي دايما ما بياخدش على الغرب بسرعة ما تكبرهوش على أنه يسلم على سلم على عمك أو سلمي على عمك إدي بوصر خالتك سيبيه ياخد راحته ويشعر بالأمان في المكان الأول وبعد كده حيبدأ ينطلق وساعتها ممكن أطلب منه وكمان بنقع في خطأ شديد لما الولد يعيط يبكي تروح أمه تقوله إيه ما تعيطش الرجالة ما بتبكيش مين اللي قال إن الرجالة ما بتبكيش يعني ده مفهوم مش صح سيدنا النبي كان بكاء سيدنا أبو بكر كان بكاء مش نقطة أزرحة في قلب الولد الولد لازم يبكي والبنت لازم تبكي كلنا يصح إن إحنا ننفس عن الضغوط اللي إحنا فيها بالبكاء وأنا فرحان أو أنا زعلان ينفع قوي أبكي إنما ينفع حضرك تقوله إيه بقى تقوله من فضلك ما تبكيش قدام حد عشان ما حدش ياخدها عليك نقطة ضعف إنما ينفع قوي إنه تعالى نخش جواه في قطك أو تعالى في حضني وإعمل اللي إنت عايزه إنما ما تبنعهش من البكاء وإحنا منتكلم على أنماط الشخصية المختلفة وممكن يكون الثلاث أنواع دول موجودين عند حضرتك في البيت كل واحد فيهم له مدخل في التعامل ومش كلهم زي بعض وكمان بنحط قدامنا في المعلومة قبل منقور في فن التعامل بنحط قدامنا كمان إنه مع الأنماط المختلفة دي كمان فيه زكاءات مختلفة عند الأولاد عندي الزكاء اللغوي الأطفال اللي عندها قدرة على التحدث بشكل جيد بتستمع وتخزن الكلام بشكل كويس تقدر تقلد الأصوات بشكل كويس واتطلحها ممكن يبقى موزيع ممكن يبقى دكتور في الجامعة معلم تكبر تبقى محفزة قرآن أو مدرسة الزكاء اللغوي من الزكاءات المتعددة عند الأولاد اللي عنده زكاء اللغوي ومش بالشرط يكون عنده زكاء حسابي أو قدرة على التعامل مع الأرقام فلما لايه ابني عنده الموهبة دي ما جبروش إن يقعد يحل لمية مسألة وإنه يجيب لي مية من مية في الحساب خالص يكفي إنه يجيب درجات النجاح لإنه هو ربنا مديله نعمة في مكان تاني عندي الزكاء الطبيعي البيئي طفل بيعرف ينظر إلى الأمور بشكل غيرنا خالص يتعامل مع الألوان يتعامل مع الأماكن بشكل مختلف ده ربنا مديله النعمة دي في حد لما يروح مكان من مرة واحدة يتذكره وحد يروح المكان ده مية مرة كل مرة يسأل الأولاد اللي عندهم القدرة على الزكاء المكاني دولت دول أولاد ربنا مديهم النعمة دي عندي الزكاء البصري الأولاد اللي عندها قدرة على الإدراك وتشوف الحاجات اللي بين السطور زي ما بنقول بيقدر يبص للأمور بشكل كويس ممكن يبقى فنان يقدر يعمل لنا الواجهات بتاعت الكتب أو المجلات أو قصص الأطفال عندي كمان الزكاء الإقاعي الأولاد اللي عندها قدرة علينا تستمع بالأذن بتاعتها كويس وترتب الإقاعات والنقامات ممكن تبقى بتقلد قوي قوي كويس القراء لو يسمعوا قراء المشايخ يقلدوهم بشكل كويس ويسمعوا منهم عند الزكاء الاجتماعي والذكاء الاجتماعي كلنا بنحتاجه الإنسان أو الطفل اللي بيقدر يتعرف حواليه بسرعة وياخد عليهم بسرعة ويقدر يتكلم معاهم بالأسلوب اللي بيحبوه عشان كده ساعات بعض الأمهات بتقع في مشكلة إن هي لو عندها طفل عنده زكاء اجتماعي وبيعرف يقول لها أنا بيحبك يا ماما ويجري عليها ويبوس إديها وياخد حضنها ولو عنده طفل تاني من طفل نمطه سامعي بيكون رازين وتقيل ما بيعرفش يقول كلام حلو تبقى ميالة قوي لللي دايماً واخد قلبها والتاني لإنه قليل الكلام وهي مش عارفة تتعامل معاه ودي قدرات فيه تقوم تتجنبه تقوم تزود الفجوة والمشكلة الكبيرة في البيت لا الأولاد كلهم في البيت لازم كل أمه مهما كان اللي بيصدر منهم يتم شيء من العدل والإنصاف معاهم في توزيع القبولات والأحضان والتواصل البصري والتواصل الجسدي مع كل الأولاد بشكل مناسب لحتى أنه في بحث بيقول أنه الأولاد بتحتاج من عشرين لسبعة وعشرين حضن في اليوم بتحتاج من عشرين لسبعة وعشرين حضن في اليوم يعني لو أنا سألت حضرتك حضرتك بتشتغلي إيه في حد ممكن حد يقول لي بشتغل معلمة أو مهندسة أو طبيبة أو محامية كل دي مهنة إنما الحقيقي إنما قولك بتشتغلي إيه تقول لي بشتغل أم يعني حضرتك مسؤولة عن ترتيب وجدان أولادك والاهتمام بكل تفاصيلهم صغيرة أو كبيرة ومنها الدعم النفسي إنه الطفل يشعر إنه دايماً دايماً ليه مكان في حضنك وإنه دايماً دايماً لو عنده شيء يربكه لازم يجري يستخبى فيك وأنا ليه مقولة جميلة جداً بحب أقولها دايماً وهي إن الأم وطن لولادها مكان ما تكون أمي مش مهم أنا فين المهم إن أنا جانب وطني هو دا المكان اللي بشعر فيه بالأمان هو دا المكان اللي بشعر فيه إني إنسان يا وطن لولادك وزع أحضانك واهتماماتك على كل ولادك الصغير والكبير بعض الأمهات تسألني طب ولادي في الجامعة وبيتكسفوا يحضنوني أو أنا بتكسف أحضنهم أقول لهم ما زالوا في احتياج للحضن ده حتى لو ابنك الكبير اللي في الجامعة في آخر سنة وحتى لو اتخرج كأنه جاي منك أنت يقولي له من فضلك يا ابني محتاجة منك حضن أنا لما بحضنك أنا بس تريح سدقيني أنت بتعالجيه بعض الأبحاث بتقول إن الأحضان الحضن التواصل الجسد ده بيعمل على تنظيم الجسم والعمل بتاع الجسم يعني إفراز الدم بشكل مناسب في الشرعين والأوردة ويسمح بأنه يزيل كل الهموم من مجرى الدم الغدد بتاعت الجسم بتنتظم فبتفرز بشكل جيد على قدر احتياج الطفل الكهرباء اللي بتخرج من المخ بتخرج بشكل منضبط يعمل على عدم وجود رعشة أو هزة عند الأولاد يعني الحضن علاج يعني من فضلك وأرجوك ولو سمحت ده علاج لولادك مش منا من حضرتك كل ولادك لازم ينالوا القدر الكافي من التواصل الجسدي الأحضان والقبولات والتواصل البصري من حضرتك وبنقول من الحاجات الخطيرة اللي لا يجب على المربي إنه يلجأ لها أبدا منها إحنا قلنا التسويف من شوية ممنوع إن حركت وعيد وتخليفي ومنها التجاهل ما ينفعش أبدا المربي أو المربية إنه يتجاهل أولاده يعني ينظر لهم بترفع عينهم ويشوى تديهم كف دهر إيده كده يعني يعني يصدهم أو يتكلم معهم بشيء من التعالي لازم أبص لهم في عينهم كلهم حتى لو زعلان منه التجاهل نوع من أنواع العقاب القاسي جدا ولو عندي شخص حسي في البيت أنا بقتله وكأنني بحط سهم في قلبه حتى لو جيت بعد كده اعتذرت كأنني بخرج السهم من قلبه كأنني بخرجه وأنا بنزعه بمزيد من الدماء التجاهل نوع من أنواع العقاب اللي ما بنحبش المربي يلجأ له لازم الأم تجد يعني في نفسها شيء من الراحة تتعامل مع ولادها كلهم حتى ولو بتدير في بعض الأحيان مشكلات بسيطة في البيت احنا قلنا التسويف قلنا التجاهل وكمان بنقول من الحاجات اللي مش لازم المربيات أو المربي يعملها اتيان المنهيات أني أنا أقول أشياء وأنا بعمل عكسها أني أنا أطلب من ابني الصدق وأنا حد ينادي علي أقوله أقوله ماما نايمة أني أنا أطلب من ولادي أني يعني يلا تفضل قومي توضى وصلي وأنا الأدنجي مثلا ما قومتش انتظمته قدامه في الصلاة وبالتالي أنا بقول أنه ده من الأمور اللي مش يا حضرتك مربية وقضوة ولازم أولادك يشوفوا الفعل فيك يا حضرتك بتسبيئهم بالفعل عشان يعملوا زيك كمان من الأشياء الخطيرة اللي مش لازم أي مربي يعملها التصرع أنه يبقى الطفل محتاج يتكلم معايا أقوم أنا أخذ الفكرة يعني ماما ماما أنا عايزة تقول لها أيو أيو عارفة أنت عايزة إيه أنت عايزة تأكله طيب خلاص قعودي في بعض الأحيان بيبقى الموضوع مش على قد طلب الطعام بيبقى الموضوع على قدر أن الطفل بيحتاج أنه يتكلم مع حضرتك وينظر في عينيك ويشوف أمته يشوف قدره يشعر أنه هو شخص صاحب قيمة في البيت محتاج أن حضرتك تكلميه وتنظر إليه وتحتويه بالنظرة وتحتويه بأيديك يشعر أنه بيحترم في البيت مش على قد أن حضرتك زكية جدا وفهمة أنه دلوقتي وقت الأكل أي وقت ابنك يحتاج أنه يتكلم معاك لازم حضرتك تفضي نفسك وتتكلمي ولو مشغولة بحاجة مهمة اطلب منه بأدب من فضلك يا حبيبي اديني بس قليل من الوقت بعد الوقت وأنا هكون معاك حالا هخلص اللي في إيديه وأول ما تخلصي تروح تقول لكم هنتكلم نقول إيه لازم يشعر بأنه صاحب قدر وصاحب قيمة وبيحترم وبيستمع إليه في البيت احنا قلنا مجموعة من الأشياء مش عايزين نروح لها أبدا أبدا كمربية فبعض الأحيان الأم المتجبرة وسمحوني في المثل ده ولكن أنا بترحه لأنه تعرض تعرض علينا أم متجبرة مش فاضية لولدها أو يمكن تكون مش فاهمة يعني إيه ربنا ما ديها نعمة الولد بنت تعرضت علينا البنت كانت كل يوم ترمي موبايل في الحمام أو تضلق مياه في الرسيفر أو في التلفزيون أو تلعب في الكهرباء تعمل أي شيء خطير في البيت عشان أمها تيجي تضربها لما عملنا المشكلة وحللنا مع البنت وجدنا إنه البنت كانت ما بتلاقيش من أمها أي تجاوب إلا ساعة لأمها تيجي تضربها البنت كانت بتستمتع بلمسة إيد أمها حتى لو في الضرب بتشحت الإحساس أو اللمس من أمها دي أم جبارة يعني دي أم حتحاسب قدام ربنا صحانه وتعالى يوم القيامة على إن هي تركت يعني هذا الجرح الكبير في قلب أولادها فإحنا بنقول يعني أسأل العظيم إنه يدبر لكم الأمر متاخدوا بالكم إنه الأولاد بتحتاج في بعض الأحيان بل في أغلب الأحيان إن هي تبقى تشعر بإنها سحبة قيمة في الجد وإحنا بنتكلم على أنواع الأمهات وأنماط الشخصية وبنتكلم على الزكاءات وبنقول وإحنا قلنا الزكاء اللغوي أولاد عندها زكاء طبيعي أولاد عندها الزكاء البصري المكاني وأولاد عندها كمان الزكاء الحركي أولاد عندها قدرة على عندها التوافق العضلي والعصبي ويستطيع إنه هو يتحكم في أعضاءه وعضلاته كويس الطفل ده بيبقى رياضي رائع وممكن يبقى بطل من أبطال مصر أو الوطن العربي في أي لعبة فمش بالشرط إن أنا أجبره إنه يععد ويععد يكتبه لواجبات بشكل كبير ووقتي طويل الطفل ده ما بيعرفش يععد إنتاج جسمه من الطاقة مختلف ما ينفعش أحطه أو أحبسه على الكرسي أو على المكتب فترات طويلة أصلا الطفل الصغير ما ينفعش يععد أكتر من عشرة خمستاشر دقيقة على شيء لازم يفصل ويشرب مياه كتير لأنه يعني قدرات دماغه ما تستوعبش أكتر من كده يبقى قاعد بجسمه بس دماغه مش معايا كل خمستاشر دقيقة بننبه على كل اللي بيعمله في حقل التدريب إنه لازم يعمل نشاط بعد عشرة خمستاشر دقيقة للأولاد اللي هم تحت السبع سنوات عشان أفصله من اللي هو فيه يعني الحصة الخمسة واربعين دقيقة دي متقسمة على ثلاث مرات لازم أعمل فيها مرتين نشاط أم أقف سقف اتحرك اعمل حاجة سلم علي جنبك المهم إن أنا أفصل أشيل الفيشة شوية لما برجع أبدأ معاه تاني في التحصيل يرجع وهو زاكرته كلها حضرة ويقدر يستوعب مني يبقى مش شطارة من الأم إن أنا أععدته ساعة ولا ساعتين قاعد هو فيه جزء كبير مش فاهم بسبب الأسلوب الخاطئ في التعامل مع الطفل الحركي كمان اللي عنده قدرات يعني ربنا ما تديله الزكاء الحركي ينفع أوي أهياء أو إنه يبقى بطل من أبطال أي لعبة من الألعاب الفردية أو الجامعية بس أنا عايز الأم اللي بتستطيع إن هي تميز وتقدر تخرج قدرات ولدها تنمية القدرات تعرف القدرة وتعرف تنميها مش قاعدة في البيت بتتفرج معهم مع التلفزيون وخلاص ومش عارفة إن الولد اللي بيكتب بييده الشمال ده نعمة من ربنا ممكن أنميها عنده لأنه الفص الشمال عنده شغال بشكل أكتر من الفص اليمين فربنا ما تديله الإمكانيات دي أقوله اكتب بشمالك إنما أقوله كل وش ربي يمينه مش أجبره من يعمل كل حاجة باليمين عشان ما حدش عيره دي نعمة ربنا ما تدهاله حافظ عليها وأنا بقول لحضرتك أهو لو مش عارفة تفضلي حضرتك اسألي أساس التربية خش على النت وعرفي إنه لازم أعرف قدرات ولادي واكتشفها إزاي لأن حضرتك المحرك الأول في بعض المدارس ما عادش عندهم القدر على إنه أم يتعاملوا مع الملف ده مهتمين أو بالعملات التعليمية بعيدة عن اكتشاف القدرات والمهارات دور حضرتك كأم أو كأب في البيت إنه يبحث على قدرات ولاده وينميها يشوف مين اللي بيعرف يرسم مين اللي بيعرف يتحرك أوجهه وده يخليني بعرف أتعامل معاه في البيت تمام طيب عندي كمان الزكاء الحسابي أو الرياضي اللي هو المنطقي الأولاد اللي عندها قدر على الحسابات اللي لما يكبر يبقى مدير حسابات رائع وبيعرف تتعامل مع الأرقام دي نعمة من ربنا سخنة تعالى ما قولوش قعد اكتب اللي الصفحة دي 20 مرة و30 مرة وحسن خطك ومش حيبقى بارع فيها خالص يكفيني إنه هو بيكتب بيعرف يكتب ولو مرة لأنه أصلا بتعمل له نوع من أنواع الحمل لأن ميكانياته وقدراته مش بتاعته هو شاطر في الحسابات بديه لكل العلوم بحد مرضي ولكن بركز أو معاه في إنه ياخد يوسي ماس ياخد المعارض بتاعت الحساب لأنه ده حيبقى بارع في الأمور بتاعته دي وحيبقى حد يستطيع يدير ملف مالي بشكل جامد جدا عندي كمان الزكاء التأملي التناغم مع الحياة حد بيعرف يتأمل حد بيعرف يتخيل حد بيعرف يتعايش مع المجتمع اللي هو فيه وعنده قدرات كده إنه هو لما يسرح كده يقدر يجيب لي فكرة كبيرة جدا الأولاد اللي عندها قدر على التخيل وتقعد تحكي لأمهاتها قصة صح ما تقتليش الإبداع عند أولادك اسمع منه حتى لو بيقولي الكلام تيجي أم تقولي إيه بيجذب لا هو التخيل حتى عندنا حاجة اسمها الكذب التخيلي ده في الأولاد ومه في سلن الصغير ما بنقولش حالي كذب إنه ما قدر على الإبداع إنه بيتعامل مع المعلومات الصغيرة اللي عنده ويدورها ويطلع لك بيوم قص لو حضرتك أعدم تبعهم رأبة تقدريني في جزء منها صغير حقيقي والباقي كله من خياله أشكره على الجزء الحقيقي اللي قاله وأشكره كمان على إنه عنده قدر على إنه يعمل قصص وكده وأتكلم معه على إنه أنا بشكرك على إنك بتقدر تتخيله ولكن أنا عارفة إنه مش كل الكلام ده حقيقي بس أنت ولد صادق أعوده على إنه يعني يعتمد على إنه الصدق في حياته موجود إنما مش أقتل عنده التخيل ممكن يكتب لي بعد كده قصة للأقفال جميلة جدا جدا بارع بيتخيل وممكن يجيب لي فكرة جميلة في اليابان لما يكونوا عايزين يعملوا مشروع كبير مهم بيطرحوا على الأولاد في الحضانة وفي الابتداء الأول عشان ياخدوا العصف الزهني على الفكرة يقوموا ممكن يحصلوا على فكرة جديدة مش مستهلكة يقدروا يخرجوا منها بمشروع كبير جدا ودينا بنشوف الاختراعات بتاعة اليابان في دولة من الدول المرور واقف والدنيا زحمة جدا وفي عربية دخلت في نفق وتحشرت والدنيا والناس مش قادرة تتحرك والناس ده قانة ونزلوا من عربياتهم بنت صغيرة قاعدة جنب باباها في العربية قالت له بابا في قال لها في عربية محشورة في الله اتزنقت في النفق واعلى منه ومش قادرين يحركوها والشرطة وقال لها والناس وقفها قالت له طب انا عندي الحل لا ما اقول انت عندك الحل انت رس صغيرة وما استوعبش بين هالكلام بس لان البنت زكية جدا قالت له طب بعد اذنك بابا انا حقول للظابط اللي واقف ده كلمة فتحت الباب ونزلت جري وراحت على الراجل اللي واقف بيحلي المشكلة هناك ومش عارف وقامت ايلله كلمتين في ودنه ورجعت قعدت في العربية بسرعة بعد عشر دقيق ابتدى يحصل انسيابية في المرور والدنيا مشت والعربية عدت بابا قال لها انت عملت ايه قالت له انا قلت العامو الزابط يفسوا العجل بتاع العربية شوية يقوم العربية توتط ومت عادي وفعلا هم عملوا كده باباها طبعا خدها في حضنه بسها وشكرها وانا بقول ايه بقول انه ما نستهونش ببعض الافكار عند الاولاد الاسكياء لو بنسمع لولادنا وبنشكرهم حنشجعهم على انهم يفكروا وده هيعمل معنا شيء طيب جدا جدا في ان احنا نستوعبهم ونقدرهم التقدير والمشاركة من افضل الاشياء في البيت العربي المسلم المصري التقدير والمشاركة انا بقول انه من افضل التحفيز اللي موجود اني انا ولادي يشعروا باني ليه قيمة في البيت اني انا دايما ولادي لما يبصوا في عناي يحسوا انه انا ليه قدر في البيت انا بقول انه في احتياجات مهمة جدا لازم الاولاد تاخدها اربع احتياجات اول احتياج وده لا غنى عنه العلوم يجب على كل مربي ومربيه انه يهتم بملف العلوم اللي بتخش لعقل ابنه كل يوم لازم فيه معلومة جديدة وكل يوم لازم الام تنقل معلومات القديمة وترتبة عشان ممكن يكون جيه معلومة في عقل الولد من الخارج من مصدر غير موثوق فيه تقومت ايه تأثر على تفكيره حضرتك قاعدة تتأكد ان الولد دخل له معلومات جديدة وتتأكد ان المعلومات دي مفيدة ليه ولو فيه معلومة مش كويسة بتشكريه وتخرجيها منه كده نعزم في الكويس ونقلل في الوحش يعني لو الولد جالك بقلم مش بتاعه بيعرض عليك قلم وانت شفتي بش هو ده القلم اللي حضرتك جايبه هوله ولا حضرتك مش واخده بالك لون الالم اللي انت ديت هوله ولا الجلاد ومش عارفة شنطة ابنك فيها ايه لا خلي بالك الام بقى عارفة الالم اللي جابته قالت له محمد انا بشكرك جدا انت اكيد لقيت الالم دوت واول حاجة هتعملها بكرة تروح للمعلمة وتقول لها يا معلمة انا وجدت الالم ده واكيد كل صحابك في الفسط هيتسقفولك عشان انت ولد امين ولد مخلص انا عارضت المشكلة وعارضت الحل بهدوء وببساطة لما ابني يسمع مني كده اول حاجة بكرة هيروح يعملها للمعلمة انه يديها الالم ده وتشكر المعلمة اللي بتسمعني دلوقتي وتخلي كل الناس يسقفوله فالولد يشعر بان هي قيمة كبيرة والولد يتمسك بيها ودايما يدور ويسعى انه لو لقى حاجة يديها لسحابه معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا مشاهيماء عليك السلام ورحمة الله تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع العاملين بالقناة وجميع المشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك وربنا يحفظك اتفضلي انا بشكر حضرتك على المعلمات القيمة دي وبشكر حضرتك على اختيار الموضوع بزالية سؤال عند حضرتك فضالية يا فن كل كلام حضرتك رائع وجميل ومفيد بس بالنسبة بقى للابنة والبنتة والبنت خاصة وهي في الجامعة وامها بتشتهي منها الكلمة وهي الدنيا خالص غير الدنيا وهي مسكة تليفون وبتلعب فيه اه النوع اللي زي ده نتعامل معاها ازاي يعني مع العلم بقى ان كل طلباتهم مجابة يعني مش مناثر معاهم في اي حاجة حاضر انا بشكر حضرتك يا حاجة مشاهيماء والحقيقة دي شكوى يعني بتغلب على كل البيوت بعد ما الانتشر وجود الموبايل في بيوتنا ومشكلك بيعاني منها تقريبا كل البيوت ولكن انا عايز اقول يا فترة سماح حضرتك سمحت بيها من الاول والموبايل اللي في ايديها دوت حضرتك اللي جايبه لها وعدم وجود جدول في البيت بيسمح لنا نعود مع بعض ونتكلم مع بعض ونحط الموبايلات كلها في شنطة ولا في سلة كده على ترابيس السفرة وممنوع حد يقرب من موبايله اثناء المذاكرة اثناء الاكل اثناء الصلاة اثناء باب الحوار العشر ده اللي عاملينهم مش اي وقت نقدر نستخدم الموبايل دي نقطة عندنا كمان جدول للتعامل مع الموبايل في السن المبكر وفي السن الكبير انما نصحت لحضرتك اقولك ايه ان كبير ابنك خوي هي لها عندك دلوقتي ازاي تقوم بدور الصديقة والصحبة الصحبة بتعمل مع الصحبة ايه يعني الحزم الدائم مش مطلوب النقد الدائم مش مطلوب طالما في الجامعة يعني بقت عروسة ما شاء الله وممكن تطلب تخطب او تطلب للزواج المفروض نحن رجب تهيئيها دلوقتي في الملف الاخير لها ازاي تتعامل مع شقتها وبيتها وخطبها او زوجها اللي حيجي ان شاء الله يخطبها اسأل العظيم انه يفرح قلبك وقلب كل اللي بيسمعونا بولدهم الحزم والشدة مش مطلوبة ولكن احنا بنحصد ثمرت اللي احنا زرعناه فيهم واحنا صغيرين اللي اعتمادية واني انا كنت بقدلهم طلباتهم وبيعمل لهم كل حاجة فجي الوقتي دلوقتي انهم اتعودوا على انك ما زلت مصدر للعطاء فبيخلوك انت تعملي او ساعات كمان يتجراء على حضرتك وايه وتشحتي زي ما حالك بتقولي منهم الكلمة بس انا نصحت لحضرتك انه باب الحوار مزيد من الاحضان وكأنك انت اللي بتطلبي بس اعملي الجدول خلي الموبايل مقفول لان ده اللي بيشغلهم وهم لسه يعني الموبايل الحقيقة حاجة خطيرة جدا في حياتنا اعملي جدول في البيت وقول لهم ياولاد من الساعة كذا للساعة كذا ما فيش استخدام للموبايل هتلاقيهم كلهم بيتكلموا مع بعض كلهم بيسألوا بعضه كأنهم كانوا في رحلة ورجعوا شافوا بعض لما الموبايل بتقفل بيبقى في حالة جميلة جدا جدا في البيت من الالفة والوئام وانا بطمع في كرامك سيبي تليفونك في الكنترول او خد التليفون اللي موجود على الشاشة وكلميني حقول لحضرتك على شوية برامج بنشتغل بها مع السن الكبير بتاع الاولاد في الجامعة لان الحقيقة ليهم اسلوب مختلف في التعامل ولادنا كبروا وليهم حق ان احنا نتعامل معهم بالشكل المناسب مع كمان رسالة سيدنا علي لينا رفقا بأولادكم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم الزمن اللي احنا فيه غير اللي تربينا فيه غير الزمن اللي هما بتربوا فيه احنا علينا بس دور ازاي نستوعهم وازاي نوجههم فان شاء الله هنتظر من حضرتك مكالمة نرتب مع بعض ارجع تاني معاكم وكنا بنكلم على الامهات ازاي نقدر نتعامل مع ولادنا في البيت واحنا بنقول ان يوم انماط مختلفة وليهم زكاءات مختلفة فكل واحد فيهم بشخصيته المختلفة دي بنمط زكاءه المختلف اقدر اوجهه يعني انا مبقاش في البيت نمطي صوت واحد طريقة واحدة كلام واحد مع الكل كلام ده يبقى في على الطعام على الصلاة على الاستعداد للمذاكر على ترتيب الحجرات ولكن في ترتيب الوجدان والشخصية كل واحد فيهم ليه اسلوب يجب اني انا ايه ارعيه يعني الصوت العالي بيجيب نتيجة مع احد وبيضيع احد اسلوب الحوار الهادي اللي هو اللي لازم ينتشر في البيت كل التأكيد الدائم على بعض المعلومات مع الشخص البصري اللي بينسى بسرعة مثلا وارد ولكن اسلوب الطرح بتاع التأكيد ده بيجي ازاي اللي ابتسامة اللي موجودة ما بتفرقش وجهي وانا بتكلم مع الاولاد في البيت محاولة دائمة لترتيب اوقاتهم بالجدول حتجيب نتيجة طائمة احنا بنقول اول احتياج هو احتياج العلوم النولج لازم كل الاطفال كلها تتعلم ولازم كل يوم يخش في دماغ الاولاد معلومة جديدة طيب الاحتياج التاني وده زي العمود اللي شايل الخيمة اللي هو الوجدان الوجدان يعني الدين والقيم والمبادئ لازم كل مرب يشرف بنفسه على انه ولاده بيتدينه يعني عندهم قال الله وقال الرسول عندهم الحاجة اللي تخلينا دايما نسعى يعني ننال رضا ربنا القيم والمبادئ الاعراف احنا عايشين في المجتمع المجتمع ده بيحترم ايه وبيرفض ايه لازم ولادي يبقوا معرفين الصح والغلط افعل ولا تفعل احترام الكبير غض البصر غض الازع عن الطريق لازم قاعد اتكلم مع ولادي وقديهم الكلام ده عشان ايه بقى الطفل طالع اي حد يشوفه قل له الله يبرك فاهلك اللي ربوك الدين شيء مهم جدا جدا ومش لازم نغفل عنه ولما الدين خرج من منظومة التعليمة عندنا حصل تدني شديد جدا جدا في مستوى الاولاد الاخلاقي وكلنا يمكن يعني الا من رحم ربي انا عايز اقول انه لما بيكبر الولد المتعلم اوي المثقف اوي المحترم اوي ده ويبقى عنده علم بس ما عندوش اللي ينظم العلم ده يعمل اشياء مش منطبطة يبقى طبيب زي اللي احنا بنزعل منهم وبيسرق كليا او يبقى مهندس من اللي بيغش في الاسمنت لانه ما عندوش القدر على الرجوع لربنا على النقيد تماما الطفل اللي زراحت فيه القيم والمبادئ طول في اي مكان بيحصد الثناء هو وحضرتك يبقى الدين والقيم والمبادئ دي حاجة مهمة جدا الغذاء التالت او الاحتياج التالت هو احتياج مهم جدا هو احتياج البدن الاكل والشرب واللبس بس عندي حاجة تانية مهمة وخطيرة وهي الشهوات وازاي انظمها بنأكل كويس اه بنأكل كويس انما هل كلنا بنسعى لتوفير العناصر الغذائية المهمة للاطفال في السن المبكر يعني اللبن والبيض واللحمة والعسل الابيض هل الصلطة الخمس او سبع الوان موجودة دايما ودي من الحاجات المهمة جدا اللي بننصح بها الناس مش الصلطة القوطة بس لا الصلطة لازم تبقى فيها تشكيلة كبيرة لان جسم الطفل محتاج انه دايما يحصل على هدي الفيتامينات العسل الابيض النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بشفاءين فاتحة الكتاب والعسل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء فيها شفاء من كل ده حبة البركة لازم كل بيت بيسمعني نارض يبقى عنده حبة البركة الصبح على الريق بشوية مية لا تندغيها ولا تطحنيها ولا اللي كده عوا بيها شوية كده على طرف المعلقة للطفل على الصباح وبعد نصف ساعة يفتر ولازم ياخد معلقة عصر الابيض كل يوم على قدر المستطاع انا بقول على قدر المستطاع ولكن دي حاجات مهمة جدا لازم كل ام ترعيها في مستوى الغذاء بتاع الاولاد واحنا بكلمة على الاكل والشرب دايما عندي مقولة بقولها انه كل ام تسمعني دلوقتي وتخلي بالها محدش يزعل مني هو هم اي ام بتسمح لولادها في السن الصغير بانه هو ياكل شبسي او اندومي او يشرب ببسي هي بتجرم في حق اولادها ومش عايز اقول لفظه مجرمة عشان محدش يزعل مني ولكن هي بتجرم في حق اولادها تلت سموم بيخشوا لجسم الطفل بيفسدوا علي حياته الاملاح والزيوت اللي موجودة في الشبسي اسوأ انواع البطاس للأسف ها وانا ببقى سعيدة جدا وانا ابني قاعد يقال اشق قدامي الاندومي والمادة اللي منعوها ولسه جاي لمبارح خبر ان ابنت عندها 12 سنة توفيت بسبب الاندومي والمادة اللي بتعمل زهاب للعقل اللي موجودة في الاندومي البيفسي اللي بيستخدموه في بعض الاحيان كملمع للصدى ممكن الكبار يستحملوه ولكن الطفل الصغير يستحملوه ازاي امنعي عن ولادك الاكلات اللي هي سم مغلف امنعي عنهم وإليها حتحاسبي امام الله بالكلام ده اي اكل اي اطعمة محطوطة في اغلفة مفضدة من الداخل لو تعرضت للشمس نص ساعة بس المواد الحافظة اللي جواه بتتحول الى مواد سمية الاكشاك اللي في الشارع كلها اللي موجودة وعرضة الحاجات في الشمس كل الاكل عندها اصبح فاسد وحضرتك سعيدة جدا وبتروح تشتري وتعمل لو حتجيبي كيكة ولا حتجيبي بسكويت ولا حاجات مغلفة من سوبر ماركت او محلة حطت الحاجة جواه في مروحة او في تكيف مش معروضة في الشارع دي كانت نصيحة لكم الاكل والشرب واللبس وكمان بقول انه بلاش المغالاة في اللبس يعني اولادي راحين الجامعة او راحين المدرسة او راحين الحضانة مش عايز اثير احقاد وقلبسهم اغلى واحسن لبس هو رايح عند ديوتي يعني حيلعب ويتحرك وما خلوش قاعد ماشي كده يعني في بهرجة او بيتغندر كده واثير احقاد الاولاد اللي غير قادرين اللبس يبقى معتدل ملف الشهوات وانا بجري بسرعة عشان اروح له وده من الحاجات الخطيرة جدا 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 ان ابني يجبرني على اني اعمل له شيء صح او غلط ان ابني يقول لي لازم شوكولاتة ويعيط ويغبط دماغه في الحيطة ويخربش ويعمل وشه وحضرتك قلبك وجهك تجري بسرعة تغديه وتنفذيه وطلبه هنا احتل جزء خطير من حياتك واصبح الولد مدلل واصبح الولد هتبقى غير قادر على السيطرة عليه وحيطلع عاملك مشاكل في المجتمع وعنده عنف وعنده عدم القدر على التعاون مع الناس لانه طفل اناني بسبب انه طلب وحضرتك نفست الطلب في وقت مش مناسب من فضلكم رتبوا الملف ده مع ولادكم الشوكولاتة بما تعنيه من من فارتسمنة من بدانة من من امراض في الدم كل الحاجات دي خطيرة جدا الموبايل من الاشياء اللي مش معقول اني اسطيب الطفل الصغير وده لكل البيوت اللي بتسمعني كل البيوت في مصر والوطن العربي اللي بيسيبوا الاولاد من سن سنتين لغاية سن سبع سنوات الموبايل معاهم في ايديهم فترات طويلة الجدوى اللي بيقول صفر لغاية خمس سنوات زيلو طايم مش ممكن يقعد الطفل في الوقت اللي انه بيستهلك كميات كبيرة جدا من زكاءاته الزكاء الاجتماعي وزكاء اللي بيقدري بتاعه بيقتله طب اعمل ايه دكتور اعملي خلاص احنا هنسمح بنصف ساعة تتقسم على خمس خمس زقايق ست مرات في اليوم بعد صالة ياخد خمس زقايق ده الوقت اللي ايه اللي الحق الاشعة اللي بتخرج من الجهاز والتفاعل بتاعهم مع الجهاز مايقصرش علي قبل خمس زقايق خمس زقايق بعد صالة بعد اكل بعد شوية انشطة ادوم له اتحكم في الخمس زقايق مش اكتر ليل ان ده بيبقى مجهد جدا وتترسم الهالة السودة تحت العين ويبدأ الطفل اسأله اسمك ايه يقول لي انا انا فلان وياخد وقت على ما يستدع المعلومة اللي انا دفنتها واره بسبب انه سيب الطفل على الموبايل في السن ده او قدام الكمبيوتر او قدام التلفزيون فترات طويلة من فضلك نظامي لولادك حياتهم خطير جدا الملف اللي بتكلم فيه ملف الشهوات ان الطفل يبقى بيكبر الام على شيء لأ سيب الطفل يا عيط بس احفظيه عشان ما يه يخربش امسكي ايديه وحفظيه هيقبط دماغه وقعديه في مكان امن بس ما ينكسرش ابدا ابدا على صخرة كبريائك لازم انت اللي تكسبه في الملف ده عشان تقدر يتديريه قعودي معاه في القوضة في قوضة ما فيهاش حاجة فيه خطر وقولي له انا ما بسمعكش لما بتعيط ودني بتقفل اول ما يبطل عيط قولي له انا دلوقتي سمعك تعال نتكلم انت عايز ايه عايز كزا يا مام خضيه في حضنك وطبطب عليه قولي له حاضر بعد عشر دقائق هجيبها لك هجيبها لك يبقى انت اللي قول دي يبقى هو اي شيء يطلبه مش حيلجأ ابدا لأسلوب البكاء والاسرار والعند بتاعه ده في انه اطلبه الشيء حيلجأ لحضرتك من باب الحوار اي ام تستطيع تروض ولادها مرة اتنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة ما تزهقيش خلي ده اسلوبك هو اللي يرضخ لي لانه لو انت اللي رضخت لي ضيعت هبتك في البيت ضيعت هبتك مش هتعرفت ربي وده كان موضوع مهم جدا بنتكلم في تنظيم الشهوات احنا قلنا الملف الاول سامحوني ملف العلوم الملف التاني ملف الدين والقيم والمبادئ اللي هو الوجدان الملف التالت ملف البدن وهو الاكل والشرب والملبس وتنظيم الشهوات نيجي على الملف الاقير النهاردة وبنتكلم اللي هو ملف الصحة النفسية واحنا بنقعدكم ان شاء الله حنستضيف معنا من علماءنا الافاضي الكتير بيكلمونا في الصحة النفسية بالتفصيل ولكن بختصر النهاردة انه ملف خطير جدا ملف العدل والانصاف في البيت ازاي اقدر اصبت الصحة النفسية عند ولادي من خلال بعض المفاهيم البسيطة لغاية لما نجيب المتخصصين يكلمون عن الثمانية وعشرين مشكلة اللي موجودة في البيت واسبابها ومدى تأثيرها على النفس على الصحة النفسية للأولاد ومنها الكذب تباول الاراضي قدم الأظافر التأتقل على السماء التأخر الدراسي الالتساق بالأم عدم الاقبال على الطعام عدم الاقبال على الواجبات عدم التثقة بالنفس الخوف كل مشكلات كتيرة جدا بتواجه كل البيوت بنجيب متخصصين معنا الفترات اللي جاية إن شاء الله كل يوم سبت ونتكلم فيها عن هذه المشكلات ولكن عايزة أقول إيه باب العدل والإنصاف في البيت في بعض الأحيان الأم اللي بيجيلها طفل جديد بتنسى تماماً إن عندها مخلوق كائن كان لسه من يومين يملك البيت كله ويملك أمه وأبوه ويملك كل اللي موجود في البيت وفجأة أصبحت منشغلة عنه يبدأ الطفل يشعر بالغيرة يبدأ بعد الغيرة يبقى في عند وبعد العند يجي لي حاجة منها الانطواء مشاكل كتيرة جداً بتيجي بسبب إهمال الأم لاهتمامات ولادة لا أنا بقولك حتى لو جالك طفل جديد اوعى تنسى إن التاني محتاج من 20 ل28 حضن في اليوم اوعى تنسى إن التواصل الجسدي والبصري بتاع حضرتك لابنك التاني ده يحاول ينظم معاك ملف إنه يتحمل وجود حدي تاني بيشاركه فيك الموضوع يجي بالتدرج من باب إنك تغضيق عليه بالحب والحنان والأحضان وباب الحوار معاه وخاصة لما التفل التاني نعم ولو بيفهم بقى سنتين ونص وطالع دائماً بتقول له إيه هو ضعيف ما بيقدرش يمشي إنما أنت كبير وقوي وبطل عشان كده إنت بتساعدني هو ضعيف ما بيقدرش يأكل إنما أنت مشاء الله عليه ربنا كرمك وعندك أسنان قوية فأنت بتقدر تأكل فعشان كده إنت بالنسبة لي أفضل ده أنت أحسن ولادي ده أنت جميل ده أنت بطل ده أنت شجاع أكلمه الكلام اللي يستطيع من خلاله إنه يشعر إنه هو إنه أنا لسه الطفل في بقرة إيه اهتمام أمه من العدل والإنصاف العدل كل ولادي يأكله الإنصاف إنه أهتم بالصغير ده أديله أكل بسيط على قده يقدر إيه يبلعه مثلاً ينال حظه من الرضاعة العدل والإنصاف إنه كل ولادي يلعبوا في البيت الإنصاف إنه أجيل الصغير ده عشان مش هيعرف فيه مش ولا يلعب ده بيحبوا لسه رايح في إيه ملف الحاجة الخاصة اللي عنده أولادي مش قادريني إيه يوصلوا بها لحد الأولاد الكبار العدل والإنصاف لازم يبقى موجود في البيت يجب إنه حضرتك تهتم بأولادك كلهم على حد سواء لازم حضرتك تسعي دائماً لإنهم كلهم ينالوا بنفس القدر الاهتمام حتى الكبير في الجامعة أو يكون عندك الأربع سنين أو الخمس سنين وقاعدة تحب فيه وسيب الكبير اللي في الجامعة داخل خارج مفيش مرة حتى بتنظر في عينه وتقول له أهلاً وسهلاً بحبيبي الأولاني أهلاً بالبطل أهلاً بالشجاء أهلاً باللي شبهي لازم لازم يبقى فيه بعض الكلمات المشجعة ليهم ولازم يبقى فيه نوع من أنواع الجذب الدائم ليهم عشان ما يشعرواش إنك مهتمة أوي بالطفل الصغير أنا عايز أقول إنه يعني دوقتين اقترب على الانتهاء بلخص كده بسرعة إن شاء الله كلها لقاءات تانية نتكلم فيها على المشكلات ونتكلم فيها على التحفيز وعندك خمسين كلمة محفزة آه لازم دايماً يبقوا موجودين في البيت زي أحسنت جزاك الله خير برافو عليك انت ولد ممتاز انت ولد شجاء انت بنت رقيقة انت بنت جميلة انت بنت فنانة انت بنت عظيمة انت أفضل أولادي انت أجمل أولادي كلام لازم الأولادي يسمعون في البيت ده أهم من الأكل ده بيغزي مشاعر الأولاد وبيحافظ على آه يعني إيه القرب بيني وبين الأولاد وكلمات ممنوعة تتقالي في البيت خالص واسمحوا لي أن أسف إن أنا أقول مجموعة منها زي يا حمار يا كرسي يا قشب يا اللي ما بتفهمش كلام ده مفروض ما يتقالش في البيت خالص الحقيقة أنا سعدتي جداً به إن أصحابكم لمدة ساعة في برنامج ربيني صح وحلقة كانت بعنوان ابنك يا ربلك إيه إن شاء الله وعد باللقاء مرات ومرات كل يوم سبت صباحاً إن شاء الله حتى نراكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته